أعود لك دكتور خالد قال نائم مدير صندوق تنمية الموارد البشرية شؤون التدريب الدكتور عادل الصالح لصحيفة الاقتصادية أمس الأول أنهم لم يتسلموا خطة لتنفيذ قرار صرف الأعانة الموقعة للباحثين على العمل ولا علم له بالأفراد المشمولين بهذا القرار أو حتى حجم هذه الأعانة وقيمتها في حين أكد الوكيل المساعد لتوظيف السعودين في وزارة العمل أحمد الحميدان لصحيفة المدينة في اليوم نفسه أن الإعانة ستمنح لمن تقدموا أو يتقدمون بملفاتهم للبحث عن العمل ويشترط عدم توفر فرص وظيفية خلال الفترة التي تقدموا فيها للبحث عن العمل والسؤال هنا أليس تضارب التصريحات مؤشر على الوقوع في خلل التنفيذ؟ أنا أعتقد حسب الأمر الملكي هي الجهة المخولة هي وزارة العمل والمبلغ يصرف من فوائد صندوق تنمية الموارد البشرية بالتالي صندوق الموارد البشرية في هذه الحالة هو ليست جهة علي مسألة الإحصاء أو عدم وضع الآليات والمعايير لمنح هذه الإعانة هي ستكون جهة لتمويل نقدي فقط بسبب الفوائض التي لديها أما وزارة العمل هي المسؤولة لوضع الآليات والمعايير كما وجه خادم الحرمين الشريفين ضمن خطة زمنية ثلاثة أجهر لمنح الإعانة لمدة عام من تمويل الصندوق التنمية الموارد البشرية وبعد ذلك وضع برنامج التأمين التعاوني ضمن مسؤوليات أو ضمن آليات العمل في التأمينات الاجتماعية فبالتالي هنا آلية وضع المعايير في صرف البدل هي مسألة طبعا يجب أن يكون هناك آليات واضحة يجب أن ما يكون نعطي فرصة لعمليات تضليل على الجهة المسؤولة وهنا طبعا تسجيل الأسامي الأسماء في التأمينات الاجتماعية توضح إذا كان هذا موظف أو لا وضع الآليات كذلك للباحثين عن عمل وإجراءاتهم في مراكز التوظيف مكاتب العمل في منتشرة في السعودية فيها مركز توظيف السعودين قاعدة البيانات الموجودة توضح كذلك أن هذا كان الشاب يعمل أو يبحث عن عمل يعني هناك معايير معينة تثبت تماما أنه هذا الشاب يبحث عن عمل وليس موظف في الوقت الحالي في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي وهو إجراء ليس بصعب أو معقد ضمن قواعد البيانات وأنظمة التأمينات الاجتماعية من وزارة الخدمة المدنية كذلك إذا كان أنه ممكن يوظف قطاع حكومي وكان يبحث عن عمل توضح تماما أنه هذا كان عن رأس العمل أو لا يبقى عملية صرف المبلغ النقطي وحجم هذا المبلغ فهنا تبقى عملية حسب حجم الإعانة التي تفرضها الدولة وهذا أمر موجود في جميعي في معظم دول العالم بريطانيا وفرنسا في الدول المجاورة كذلك صرف بدلات عانى العاطلين والبحثين عن عمل معنا مباشرة عبر الهاتف رئيس جمعية حماية المستهلك المكلف الدكتور ناصر التويم دكتور ناصر أهلا وسهلا بك كيف ستتحرك الجمعية بناء على قرار تثبيت 15% لموظفي الدولة من ناحية الرقابة على الأسعار والحد من تلاعب التجار في هذا الشأن رسالة بالخير وزميلك وكافة الأخوة المشاهدين ومشاهدات طبعا هنا فيه أنا عندي نقطتين أو رسالتين أساسية بهذه الخصوص وموقفنا أن نحن في جمعية حماية المستهلك الحقيقة فوت معبر عن المواطن المستهلك وأيضا الحقيقة عين أيضا للأجزة الرقابية الحكومية طبعا لابد أنه يعرف أن هذه الرسالة التاجر طبعا بشكل خاص أنه حماية المستهلك هي رسالة سماوية ورسالة أخلاقية يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وإله المتوقفين وكل الرسل حقيقي دكتور دكتور هذا كلام جميل ومختلفنا فيه لكن التجار ما يسمعون هذا الشيء أنا أتكلم عنكم أنتم قانوني إجرائيا ماذا تفعلون شفتوا تاجر رفع أسعار تتجهون لمن تعاقبون عندكم أفكار في هذا الشأن أم لا طبعا نحن في الجمعية طبعا نحن كما ذكرت لك نحن وسيلة لتلقي لو في أي مبالغات وتجاوزات في الأسعار بالذات السلعة الأساسية هي بنوصل للجهات المختصة نحن وجهها ليس لدينا سلطات تنفيذية لكن في المقابل نحن نشد على الأجزة الرقابية أنها تتبنى في الحقيقة الأنظمة التعليمات وحبّد فيما يتعلق بالسلعة الأساسية وهذا ندعو من هذا المنبر تعزيز تطبيق ما يسمى القرارات الحكومية بشأن إخضاع السلع المبالغ في سعرها لإحكام التنظيم التمويني في الأحوال الغير العادية طيب أشتكي الناس هذا ممكن أن يتم التشغير يعني الآن أنت قاعد تناتشد من هذا المنبر شكرا أنك خصيتنا فيه ولكن لماذا يعني مدام أن هذا الحل لماذا الجهات الحكومية ما نفذت وأيضا أسأل عندما يشتكي مثلا الناس عليكم أنتم ماذا تفعلون تستقبلون الشكاوي ماذا بعد ذلك نعم نحن نتبنى الشكاوي طبعا أنت تعرف الجميع لا زالت في مرسى التأسيس ومرت بظروف كم صار لكم سنتين الحين في مرسى التأسيس لحظة لحفظك نحن لا زلنا نتلقى أي بلاغ أو شكوى ونتابع على دلجات المختصة طبعا أنت تعرف هناك خمس وزارات حكومية معنية بالمستهلك وثلاث أجهزة من الهيئات المستقلة دكتور نحن نتبنى أي قضية في هذا الموضوع جميل جدا بس دكتور ممكن سؤال فضل كم صار لكم أنتم تأسسون الجمعية طبعا لها الآن تدخل في سنة الثالثة لكن أنت بعمر الموثات والجهات الأخرى أخذ عدة سنوات ولا تنسى الجمعية واجهة مشاكل فيما يتعلق في التنظيمية التشريعية والتنظيمية واللواحة الداخلية لكن الآن عندنا برامج الحمد لله عندنا برنامج جديد الآن نشتغل عليه نشتغل عليه يسمى نظام تقنيات التعريف هذا البرامج حقيقة هو ما بعد مرحلة البركودينج وهو نظام تفاعلي ويتضمن خطب للمستهلك سيوضع عنده نقاط كافة الدخول كل بوينتو في انتري طبعا هذا سيكون لكافة المنتجات لكن سنبدأ بالمنتجات ذات القيمة طيب دكتور أنا وقت انتهى لحظة هذا النظام سيتيح الحماية طبعا في قضية التلاعب في الأسعار تتبعها ويسمى النظام تتبع إلى السلعة بالتالي هذا سيقدمنا ويقدم التاجر ويقدم المستهلك في المحاصلة النائية أنه نتابع أي تجاوزات في الأسعار ستبلغ فورا الجهات المختصة بهذا الخصوص وحنتمنى قضايا المستهلك كما لو فعلا لو لم نتتقد الجهات ذات العلاقة ما يرضي هذا المستهلك شكرا لك دكتور ناصر تويم نحن نريد أن يعاقب التاجر الذي يطفف في الأسعار وأيضا في ناحية أخرى أنا صراحة كثير ثلاثة سنين أنتم تعسسون يعني لو بنسوي لا تعليق عموما المشكلة ما هي في حماية المسلم مشكلة منظومة كاملة عموما شكرا للخضير الاقتصادية دكتور خالد الحارثي اللي كان أيضا معنا من جدة وشكرا أيضا لعضو مجلس الشورى الدكتور خليل إبراهيم وللأي استمعية حفية المسلم لك المكلف الدكتور ناصر تويم على المشاركة في هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر